يشارك رئيس عبدالفتاح السيسي غداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبة الخرصانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة لطاقة نووية لتوليد الكهرباء هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة بهذه المناسبة مشيراً إلى أن هذه المرحلة من الصبة الخرصانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام 2028 ومن ثم دخوله لمرحلة التشغيل مؤكداً أن المشروع يعد استكمالاً للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات